الدفاع في الصيف والد زين الدين بالعيد ليلا كورة اتمنى انضمام ابني الى الاهلي وتعاقد الاهلي مع بالعيد كلر يوشيد والخطيب يرفض مقترح الشرط الجزائي اتحاد العاصمة الجزائري يكشف حقيقة مفاوضات الاهلي لدم زين الدين بالعيد وتأرير جزائري مفاوضات الاهلي مع زين الدين بالعيد تسير في الطريق الصحيح زين الدين بالعيد يحسن موقفه من عرض الاهلي المصري اهلا بكم في حلقة جديدة معكم احمد محمد من كورة وبس يريد فضلا وليس امرا ندعمونا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان نوصل الحلقة دي لكل الناس الكابتن محمود الخطيب يتحفظ على استخدام الشرط الجزائي الكشف عن قيمة انتقال زين الدين بالعيد الى النادي الاهلي يتحفظ الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي على فكرة حسم التعاقد مع المحترف الجزائري زين الدين بالعيد من خلال الشرط الجزائي في عقد اللاعب وقال كمان الكابتن الخطيب ان زين الدين بالعيد من احد الاوراق القوية جدا وعلاقة الاهلي مع الاندية الجزائرية تمنع تنفيذ الشرط الجزائي هناك شرط جزائي في عقد زين الدين بالعيد مع فريق اتحاد الجزائر يسمح له بخطوة الرحيل وذلك حل دفع 650 الف يورو كمان الكابتن الخطيب تحدث تقارير صحفية عن رغبة النادي الاهلي في فتح باب المفاوضات مع اتحاد العاصمة وعدم استغلال الشرط الجزائي في ظل العلاقات الجيدة بين النادي الاهلي وبين الاندية الجزائرية تقارير جزائرية بتؤكد ان النادي الاهلي يرصد مليون وخمسمائة الف دولار لحسم الصفقة اكدت تقارير صحفية ان النادي الاهلي يرصد مليون وخمسمائة الف دولار وذلك لحسم صفقة زين الدين بالعيد في الفترة المقبلة خاصة انه يعتبر على رأس الصفقات الدفاعية التي حددها مارسي الكولر المدير الفني للفريق مارسي الكولر يتمسك بالحصول على خدمات ابن الجزائر زين الدين بالعيد ويرغب مارسي الكولر في ترميم خط الدفاع من خلال الحصول على خدمات زين الدين بالعيد حيث يملك عنصر الخبرة بالاضافة الى امكانيات اللاعب الفنية والبدنية الجيدة في الخط الخلف بالتزامن مع غموض موقف محمد عبد المنعم بشأن البقاء او الرحيل في الموسم الجديد كان مارسي الكولر كالطلب من الادارة الحامرة تفضيل ضم زين الدين بالعيد عن المحترف التونسي على غرام مدافع منتخة تونس وفريق الصفاقس التونسي حيث قرر وضعه في المرتبة الثانية ده بالنسبة للكابتن الخطيب والد زين الدين بالعيد ليلا كورا اتمنى من كل قلبي انضمام ابني الى الاهل المصري كشف والد زين الدين بالعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري عن رغبته في انضمامه الى النادي الاهلي والوالد اللاعب الجزائري في تصريحات ليلا كورا اتمنى انتقال ناجلي الى النادي الاهلي في المستقبل المجتمع طيب وقال كمانا ان عقد ناجلي مع اتحاد العاصمة يتضمن شرطا جزائيا قيمته 650 الف يورو حال رحيله في نهاية الموسم الحالي واتم حتى الان لم يقدم النادي الاهلي اي عرض رسمي لللاعب لكن هناك اهتماما كبيرا من الاهل المصري به ومن بعض الاندية الخالجية ده بالنسبة لوالد زين الدين بالعيد تعاقد الاهلي مع بالعيد وكلر يوشيد والخطيب يرفض مقترح الشرط الجزائي دخل زين الدين بالعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري مدافع اتحاد العاصمة الجزائري دائرة اهتمامات ادارة القرى بالنادي الاهلي لضمه خلال المريكات الصيف المقبل لتدعيم خط دفاعه في الموسم الجديد وكشف مصدر بالقلع الحمراء عن ان السويسري مارسل كولر المدير الفاني للنادي الاهلي يرغف في ضم المدافع الجزائري من اجل اعادة ترميم خط الدفاع الاحمر في ظل الاصابات التي تطارد لاعبيه بجانب رغبة محمد عبد المنعم في خوض تجربة الاحتراف الخارجي وقال المصدر ان كولر اشاد بخبرات زين الدين بالعيد بالاضافة الى امكانية اللاعب الفنية والبدنية الجيدة في الخط الخالفي بالتزامن مع غموض موقف محمد عبد المنعم بشأن البقاء في الموسم الجديد واشار الى ان ادارة الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب برئاسة الكابتن محمود الخطيب تحفظت على اقتراح وكيل اللاعب عن طريق الشرط الجزائي في عقده والذي ينص على سادات 650 الف دولار من اجل الحفاظ على علاقة الناديين وقال كمان ان ادارة نادي اتحاد العاصمة الجزائري طلبت من ادارة الاهلي تأجيل ملف التفاوض للتخلي عن المدافع زين الدين بالعيد وده التحفظ وقال كمان اوضحت ان ادارة نادي اتحاد العاصمة الجزائري طلبت من ادارة النادي الاهلي تأجيل ملف التفاوض للتخلي عن المدافع زين الدين بالعيد بسبب ارتباط الفريق الجزائري بمباريات مهمة في بطولة الكنفدرالية التي يحمل لقبها كمان بالنسبة لموقف تاني في زين الدين بالعيد واتحاد العاصمة بيكشف حقيقة تفاوض النادي الاهلي مع زين الدين بالعيد كشف توفيق قريش المدير الفني لاتحاد العاصمة الجزائري حقيقة وجود مفاوضات من الاهل المصري للتعاقد مع زين الدين بالعيد مدافع الفريق الجزائري ان بالفعل هناك مفاوضات وقال توفيق قريش في تصريحات نقلتها شبكة النهار الجزائرية حتى الآن لم نطلقى اي اتصال رسمي او عرض رسمي من ادارة النادي الاهلي بخصوص اللاعب بالعيد واضاف زين الدين بالعيد يركز على عمله مع فريق اتحاد العاصمة تحسبا لنصف نهاء كأس الكنفدرالية الافريقية لمواجهة الزمالك بالاضافة لكأس الجمهورية والملاكز الاولى في الدوري المحلي وقال توفيق قريش تصريحاته قائلا تحدست شخصيا مع زين الدين بالعيد واكد لي تركيزه الكامل على عمله مع اتحاد العاصمة الجزائري وعقده مع الفريق ممتد الى غاية الموسم القادم وكان اللاعب زين الدين بالعيد البالغ من العمر 25 عاما قد ارتبط اسمه بالانتقال الى النادي الاهلي المصري في الصيف القادم لتدعيم خط الدفاع النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة يذكر ان زين الدين بالعيد كان قد انتقل الى اتحاد العاصمة في صيف 2020 قادما من نادي نصر حسين ضاي وخاض مع الفريق 130 مباراة احرص خلالهم 15 هدف وصنع 5 وسوب وتوجه بكأس الكونفدرالية والسوبر الافريقي ده بالنسبة لقصة زين الدين بالعيد اتمنى من الله ان الحلقة تكون عجبة حضرتكم يريد تدعمونا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان نوصل الحلقة دي لكل جماهير النادي الاهلي ويقول رأيهم كمان في صفقة زين الدين بالعيد وقول انت كمان كمشاهد رأيك هل زين الدين بالعيد هو انسب بديل في حالة رحيل محمد عبد المنعم الى الدوريات الخارجية ولا انت شايف ان فيه حد افضل من زين الدين بالعيد وكب لنا اسمه في التعليقات وهنعمل عنه حلقة ان شاء الله بشكرك يا صديقي انك كملت معايا الحلقة للنهاية لا تنساش لايك وشير للفيديو علشان نوصل الحلقة لكل جماهير النادي الاهلي اتمنى من الله ان الحلقة تكون عجبتكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته